نظر النظر ينظر النظر يادم السود برمطار وهي مستشعج الضوء تقوم بتنبيع القوة مستشعج بعدها قليلا واضح قليلا واضح واضح قليلا عندنا اللي داعي الهيهي مستشعج تمام؟ إلود إميديا دي بقى يعني بتحط قيمة معينة في الريجستر فأنا مثلا في المثال ده يقول لك LDI R16 و 0x25 طبعا كلمة 0x دي دي ده ما نشوف في طريقة التعبير عن الداتا اللي أنا عايزة أعمل لها لما أكتب 0x بدي ده هكسة يعني إلود إميديا دي 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 ده هي عبارة عن 0010 تمام؟ بدا فليكم معاي بردوانس ثانية واحدة فليكم معاي هذا الوقت الماضي مثلا المثال اللي بعديه أنه بيحط في الرجستر سبعتاشر ثلاثة أربعة هيكسة هذه القيامة تعمل إياه يا جماعة خلي بالك هناك نحن عندنا source وندنا destination دايماً السورس نكتبه على اليمين والdestination هو الشمالي نقوله load i LDI R16 و0x25 الاثنين خمسة ديه الصورس وهو دي قيمة اللي حتتحط في ال destination اللي هو R16 وهكذا قد تقوله R16 و R17 طب الناتج يتحط فين؟ يتحط في 16 يتحط في اللي اتكتب الأول طبعاً احنا هنا نتكلم كأسمبل يعني طبعاً كل instruction من دول لها وب كود خاص بيه يعني تقوله add R16 و R17 يعني اجمع ال data اللي موجود في R16 اللي هي في المثال بتاعنا ده 2-5 و R17 اللي هي 3-4 يجمعهم ويضعهم فين؟ في 16 بعد عملية adding هلاقي R16 هي اللي فيها 5-9 مجموعة 2-5 يجمع 3-4 هيكسر تطلع 5-9 ويجمعها 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 ال store بعدها هترجع تخزن ال data اللي هي قيمة في R16 مثال بتاعنا ده 5-9 هنتخزنها في location ويجمعها تحتوي على قيمة كده مثال لبعض ال instructions البسيطة كنا شرحنا قبل كده كده لطريق التعبير عن ال data يعني احنا كذبين هنا 0x2-5 قلنا التعبير ده كده معناه أنه لو انت عايش تديله القيمة decimal تكتبها من غير 0x يعني لو تده LDI R16 و مثلا 37 هي 0x2-5 ما نخطيش 0x بقى هذا معناه أنها decimal ونعرفين 2-5 هكسل سوي 37 decimal أو ممكن تكتبه 0b 0b وترح مدينه الرقم 0b يبقى معناه أنها binary بسيطره بالبيناري بقى مثلا في المثال ده لو انا عايز نفس الرقم دروية 2-5 هكسل ستتحط في الأرس التاشر يبقى كده 0b 0010 0101 يعني كدنا بتديره الرقم بالبيناري كانت ممكن أنها أظن الأسبوع اللي فات ليه طريق كتابة أو تعابير عن الداتا في AVR نقدر نعبر عنه يئم بالهكسل يئم بالبيناري يئم بالدسيمل يئم بالأسكي كمان لو عادي ستتعامل مع الأسكي بتاعة الأرقام أو بتاعة تمام فيه حاجة بقى ثانية مهمة جدا عن نتكلم عليها النهاردة اللي هي e-addressing modes لو حد ما يعرفش يعني e-addressing modes قلنا e-addressing modes هي طريقة الحصول على data انت بتدي الـ data ازاي البابانه عن opcode و operand لو هي محتاجة operand في بعض الاستراتشان لو قلنا مش محتاجة operand زي الـ register instructions دي مش محتاجة دكتور انا اللي هنشوف من خواهي. لكن الامبيديا. سبياطة دكتور. او دايريكت او غيرها دي محتاج. يعني مسلا رمادي اقوله نعم. سبياطة. سمعين كده? سبياطة. كده كده سمعين؟ واضح كده stop. ايه يا ادكتور اه. في حد مش سمع حمسين. ما هو شوي بيدينا انه بد ااااااا اقنقشن، وعكده يرجع تاني. يعني هذه من فروض مفيش مشكلة المفروض بالوقت. كده؟ طيب. يبقى عندنا طريقة الفصول على ال data وأقول لكم دائما أنا أبدل من سامي وليس أقول لكم أبلي كده ولا لأ لما يجي أقول لك خذ مثلا الكتاب ده وصله الفلان يبقى أنا أدتك الكتاب بنفسي يبقى ده يسميه ميديا تقدرسي الموت صدق السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله بخير الله يبقى لك فيك يبقى ده يسميه يا جماعة ميديا إن أنا أنا اللي أدتك الكتاب تطورا دلوقتي هو الأمر يقول لك خود الكتاب هو أدتك الكتاب وانت خدت الحداتة فعلا غير لما أقول لك روح مثلا المكتب الفلاني روح السكرتارية تلقسم هات الكتاب اللي هنا يبقى أنا لا أدتك كتاب مش كده بس أدتك عنوان تم اسمي دايركت يبقى ممكن أقول لك هذا بقى طريقة تانية روح السكرتارية هتقول لك على مكان تجيب منه الكتاب أنا معرفش لك كتاب فين ولا أعرف كمان عنوان لكن أنا أعرف حد يعرف عنوانه يبدأ بنسميه عنوان العنوان يعني تبديك أنا عنوان العنوان اللي هتديم منه الكتاب دا مسميه ان دايركت هنشوف الكلام دا دلوقتي إن شاء الله وإحنا شغالين كل طبعا أدريسة منه من دول إحنا بنحتاجه فعلا في أثناء البروغرام يبقى عندنا أول نوع مثلا من الأدريسة الجموزة اللي أنا شرحها هنا اللي هو بسميه single register addressing mode single register دا نسميه انهيرة أنت addressing mode تريد يعني يعني هو مش محتاج أصلا أوبران تاني زي ما تقوله increment register R20 مثلا في المثال دا يعني زود R21 decriment ما تقوله rotate right rotate left زي security يعني أو shift right أو shift left أو complement زي complement R19 أو negate زي ما هشوف إن شاء نسمعه negate تجيب negative تعرقها كل الانستركشن دي تتعامل مع single register يبقى نقوله increment R20 ولله R20 لو كان فيه خمسة سيبقى ستة لو فيه سبعة سيبقى ثمانية لو فيه مية سيبقى مية واحد ما تقوله increment مزود واحد أو تجي تقوله complement complement يبقى كل zero وان كل وان zero يعني كان يجيب النقط بتاع data one's complement يعني يبقى دا من سميه single register addressing mode يبقى دي انت تتعامل مع instruction مش محتاجة data تانية وهي data واضحة من register اللي انت حددته وحتاج على operation يعني هي data موجودة فيه أصلا تمام يبقى دي نسميه single register addressing mode عندنا النقط تسميه immediate addressing mode قلنا immediate addressing mode ان انا بتعامل مع instruction والdata انا من اتهاره مع instruction هو البرنامج انا تتمل data فعليا مخزنة مع instruction زي ما تيجي تقوله زي مثال احنا قلناها load i ldi يعني load immediate لان طبعا اللود يغمع لها يعني كذا up code انت تحت load r16 ولا 15 ولا 18 عزي ولا 19 ولا 19 كل الريجتر ليه للload الخاص بي وكل الريجتر فيه بقى عندك load immediate load direct load indirect يبقى load لها up code كتير على حسب انت وانت بتبرمج بتشوف addressing mode you need وبتنقي up code المقابل لي لو انت هتكتب طبعا بالmachine language يعني لكن لو هتكتب خلاص بالassembly بتكتبها كما نرى كده او بقى بالc او ايا كان هتحتاج طبعا تخش في تفاصيل up codes وكل واحدة الكوب بتاعها الاخرة تكتبها ldi هو assembler ويحول من assembly ل machine language لما يلاقي ldi يعرف ان هي immediate فيختار code الخاص بالimmediate addressing mode حسب الريجستر اللي حنا نتعامل معه بدلا مثلا كنا كنا مكلم فيه من شوية هو ldi r 19 0x 25 يبقى كده حطيك 25 hexa في register r19 فقده بسمي immediate ويبقى 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 الوق ويبقى بسمي immediate address من المهم ويبقى طريقة للسطر الثالث نفس الكلام بس بديله بالbinary ldi r19 0b 40 40 بس 0b 0100 يبقى الرقم بالbinary هو هو كممكن نكتبه 0x 40 4 0 يعني نخدم بالنا لما اكتبه له كده زي ما تشايف ldi r19 0x 2 بس لكنها 0 2 ويبقى أنها 0 2 يبقى اللور nipple نبيل نبيل byte 8 bits فدي nipple اللور اللي هي ال4 bits الأول يمين على اليمين يعني والhigher بتعتبرها 0 لو أنك تبتهله بالشكل ذا طبعا زي قلت لكم من شوية كممكن لو أنا بدأ مكتب 2-5 اختباتها load immediate r19 37 على طول 37 هي صورة 2-5 اختباتها 7 decimal كل دا بيترجم من الassembly الى machine code بنفس المعنى وبالتالي ستبقى نفس القيمة التي تريد تضعها في accumulator أو في register يعني التي تتعامل بالدسم immediate لدينا single register و immediately رادينا 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 مود رادينا مود ويبقى تتعامل مع رادينا بس مود 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 ور عشرين. طيب موفر 19 ور عشرين دي معناها ايه? معناها اعمل كوبي خلي بالك الموف هنا مش معناها ان الريجتر اللي هو بتاع ر عشرين هيبقى زيره. او هيفضى يعني 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 ماجحة ما يفضل. هيفضل زي ما هو. يبقى انت المثال انت عمو ر عشرين دي معناها هيعمل كوبي من الداتا اللي في ر عشرين في ر عشرين. يعني بعد الموفر او ر عشرين ور عشرين هيبقى الاتنين قيمتهم نفس القيمة السابقة اللي كانت موجودة في ر عشرين قبل الانستركشن دي ما تتنفس. يعني القيمة اللي كانت في ر عشرين خلاص تتنفست. هي دي اللي اختفت خلاص. انا حطيت قيمة ر عشرين على المكانها. واضح كده البديل موف. الاد برضو ادتو رجستر مع بعض. دي عشان كنا نسميها الريجستر ادرسي الموت. فيها تور رجستر مع بعض. عر واحد وعشرين وعر خمسة وعشرين متعملون اد زي ما قلنا من شوية. هجمع واحد وعشرين زائد خمسة وعشرين. وقلنا ديستيناشن. القيمة النهائية بعد الاد. الالي يوح ترجع تتخزن ثاني بعد الادشن. اللي هيتم في الاسمتكولوجيك تونيك. ترجع تتخزن في عر واحد وعشرين. وقلنا بيتكتب الاول. هو ده الدستيناشن بتاعنا. وقلنا عندي السورس وعندي ديستيناشن. انا اديتو رجستر. يبقى اكيد في واحد منه هو ديستيناشن ولا تحط فيه قيمة او لا تحط فيه ناتج. اي ان كان بقى اد اند اور اكس اور. الحسب بقى الانستراكشن والاريسماتيك واللوجيك اوبراشن المختلفة. اللي هي متاحة في المايكرو بروسيسور اللي احنا نتعامل معه. يعني اللي عمل هو ديزاين. ايه الانستراكشن اللي حططها وليها اوب كود يقدر البروسيسور ينفذها. حسن بقى كل بروسيسور وليه نظام كل بروسيسور اللي هي الانستراكشن سيت بتاعته الخاصة بيه. عندي نوع تاني يا جماعة اسمه الـ Direct Addressing Mode. الـ Direct Addressing Mode ده عامل زي ما قلت لك من شوية كده. انا مش عارف الداتا نفسها قيمتها كامل. لكن انا مخزنة في الميموري في لوكيشن محددة انا عارف الوكيشن دي. تمام؟ انا عندي مثلا في المسال اللي فاتكت عايزة احمل اثنين خمسة هكسة في ريشتر 19 و ريشتر 20 مثلا. طيب انا مش عارف القيمة اللي هي اثنين خمسة دي فيه كامل. مش عارف هي كامل. او دي قيمة متغيرة لكن انا عارف دايما ان القيمة دي هتبقى متودة في لوكيشن خمسة ستة زيرو. في الميموري. يبقى ان القيمة اللي عارف هي موجودة فين. فبالحال دي عمل ايه؟ بتعامل بقى هنا بادرس المود تاني اسمه الـ Direct Address المود. وكاستمري مكتب بقى LDS. مكتبش بقى LDI. لا. لان لازم يبقى البروسيسور يبقى يعارف ان الادرس المود دي ياني. ميديت ولا تايرت. لان الاكسيكيوشن بتاعها هيختلف. في حالة الـ LDI هيبقى عارف ان القيمة اللي معها الـ OpCode هي الـ Data نفسها هيخد على طول يحطها في الـ Richter. زي المثال اللي فات. تقول له LDI R19 و 2.5 Hex. خلاص. يبقى لما يلاقي بعد الـ OpCode 2.5 Hex يخدها يحطها على طول في الـ R19. لكن يقول له LDS R19 و 5.6-0 Hex. يبقى ده معناه ان الـ 5.6-0 دي عنوان الـ Data. يبقى زي ما هم شايفين في الرسمة قدامنا هلا على الشمال على طول في حالة Direct Addressing Mode. هيروح مشاور على Location 5.6-0 Pro Microprocessor يعني. هيحط الـ 5.6-0 دي في الـ Address. مشاور على Location 5.6-0 في الميموري. هيلاقي Operant يعني لـ Data يعني. متخزنة في هذه الـ Location. هيخد الـ Data D. أي أن كان هي قيمتها كام. التمانية بيت سدول. هم اللي هيحطوه في أرض صغير. بفرق كبير من الـ Media, Address Mode و Direct Addressing Mode. هنا أبدل Operant على طول. لأنني أعرف القيمة التي أريد أن أضعها أو أقمحها أو أتعامل معها يعني. لكن هنا أنا لا أعرفها لكن أعرف مكانها. وبالتالي أتعامل بها كدائرة Addressing Mode. مثل Store. طبعا لا يوجد مستور. مستور إميديات أصلا طبعا. يبقى تقول لـ Store 0x41 R19. يبقى تخزن قيمة القيمة التي كانت موجودة في R19 في Location 4 و 1. يعني لو ده برنامج دول خطوة 2 و 4. يبقى الـ Data التي كانت مخزنة في 5-6-0. هتبقى متخزنة في Location 0-4-1 في الميموري. هذا يعني الـ Data من قيمة القيمة من مكان لمكان مثلا. طبعا دي مهم جدا أنت معتلكوا أبدا. إنها جاء أبدا أتعامل مع فريق. يفرد أنا عندي برنامج. ويبقى فيه حاجة قيمة متغيغة. القيمة دي فين؟ تحط في ماذا؟ بالك دائما أنت تأتي في الـ Processor وتأتي بتعامل مثلا تقول له Y أو Z بسوي X بلاس Y. طب إيه الزد دي؟ لا الزد دي Location. انت بتكتبها بس بالـ High Language كده وخلاص. لكن إذا ما تأتي تتحول إلى Machine Language هو بيعبر عن الزد دي بقيمة معيخة. قيمة في الميموري بقى كده أي Location في الميموري يسميها هو بالنسبة له كمعيك في البرنامج كده ما سميها Z. تقول له Z بسوي X بلاس Y. يشوف Location X فيها كام. يشوف Location Y فيها كام. ويأخذ الاتنين يجمعهم. والنيادي اللي يخزينه في Location اللي يسميها عنده Z. لأنها Variable. تتغيّر. كل شكل شوية ما تجمع تعمل فتاة هي بتتغيّر. طب إنت عايز تعمل Load لقيمة اللي اسمها Z الجديدة دي خلاص. هتتعامل معها بالإيه؟ بالـ Location. بالعنوان بتاعها. بداية اللي يجب أن تتعامل فيه. بكل Variables. مش هتقدر غزب عنها. مش موارا هتكتبوه في البرنامج. Load I R 19 هو Z. مين Z دي؟ بدي عنوان. تتكتبش بقى في البرنامج. تتكتب بطريقة مش الميديا طريقة. نسميها Direct Addressing Mode. واضح؟ في حد مش واضح من تتباله الكلام ده. Addressing Mode دي حاجة مهمة. وطبعا كل مايكروسيسره اللي هي Addressing موز مختلفة. مش لازم كلهم بيقولوا زي بعض يعني. تختلف من واحد واحد. إحنا بندرس مع بعض. الـ A-V-R. إذا انت بقى تتعامل مع الـ PIC. تتعامل مع الميترولة. تتعامل مع اي ريجتر. اي مايكرو كنترولر. اي مايكرو بروسيسر. هتشوف ايه هو. الـ Instructions Set بتاعته. وإيه الـ Adressing Mode المتاحة. وإيه الريجترز اللي متاحة ليك. وهكذا. وإيه الـ Instructions اللي موجودة. بتيتتعامل معه. كلهم متشابهين. مع بعض الاختلافات. اللي ما بينهم. عندما احنا تعرفنا على نوع معين. خلاص. تقدر تتعامل بعد كده مع اي بروسيسر بسهولة. 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 تقرأ وتفهم ايه اللي فيه. في الـ Direct Addition Mode بقى. فيه نوع مخصوص منه. بنسميه. Direct Input Output Addition Mode. هو نفسه Direct. بس بدل ما تديه له العنوان. بتاع الـ Data. ممكن تدهاله. إما عند رجال الـ In و Out. مثلاً. انت بتحط الـ Data في Input Rage. عندك Input. يعني تعرفين. الـ Poursel هي. الـ 4 Poursel. احنا كلمنا عنهم. ABCD مثلاً. ممكن تدخل الـ In للـ Data. حتى انت بتعمل Load بالضبط. ما هو الـ Input. بنسبلك هو Register. موجود في الـ Special Function Registers. فانت بتدخل الـ Data دي. تحطها في الـ 8 بس دول. او بت-Out الـ 8 بس دول. بتحطهم في الـ Out. او بتدرهم بقى على الـ Leads. او اياً كان. فبيجي تقول له. Out. R18. و Port C. طب ما تقول له. ما تقول له. Out. R18. Port C. بالضبط انه بتقول له. R18. أو move يعني. R18. لPort C. ما بورت C ده عنوان يا بشماندسين. ما ته عنوان. ما ته عنوان. ما تقول له. Port C ده. Location Locations. اللي بعد من أول. Location 20. Location 5F. زي ما شرحنا من شوية. دي تحتوي على الـ Special Function Registers. اللي من ضمنه. بورت C. ممكن تديله هنا. بدل ما تديله. Out. بقول له. موف. بستكتب ساعتها مكان. Port C ده. قيمة العنوان بتاع. Port C. وإن كان. بيكتبش. كقيمة نفسها. بيتكتب غالبا. يعني. أو سواء. هي. بيكتب مفهود. بيتكتب قيمة نفسها. أو لو استخدمت. الاوت. باستخدمها. بالريلاتيف. لأن. الريلاتيف. لبعد. 20. ومشاور عليها. المهم. المهم. إن. ودي ميزة بردو تانية هنا. أنا. بديله باسمها. بورت C. وخلاص. بدل ما أعد أكتب قيمة. ودور. هو العنوان بتاع. بورت C كام. عشان أحصل بالعنوان بتاعه. واكتبه في البلونامج. ممكن بالأسمبل. أكتب له. أكتب بورت A. بورت C. بورت D. وخلاص. هو طبعا بيترجمها. الأسمبلر. إلى العنوان الخاص طبعا بورت C. لكن. الانستركشن. اللي هي. Input Output. هتقول لي. طب إيه الفرق بينها. وبين ال Direct. ما ال Direct. أسهل. يعني. خلاص. أنا ممكن أستغنى يعني. عن ال Input Output. واستخدم ال Direct Addition Mode العادي. اللي احنا شرحناه. في المثال اللي قابله. لا. ال Out. أو ال Input Output. Direct Addition Mode. بمزايا. أولا. أسرع في ال Execution. ثانيا. بيأخد Number of Bytes أقل. في ال Instructions. يعني. عندما تكتب ال Direct. هتجد ناسك. ممكن تكتبها في 4 Bytes. أو رجعت ال Micro Position. شوفت بيكتب. ال Direct. أزيد جمود إزاي. هتجم يحتاجها 4 Bytes. عشان يعمر عن. ال Instructions الوحدة. في ال Input Output. يحتاج 3 Bytes بس. يبقى وفرت. وفرت. وفرت في الميموي. وانت بتكتب ال Burn Name. وفرت في الروم يعني. يبقى ايه. ممكن لو ما تزدنقش فيها. لو كبر منك. ال Processor ده ما يكفيش. فدي مزايا ال Direct Input Output. وبعدين من المزايا تكتب عنوان ال PORT كده. PORT C وخلاص. لا تقعد انت تقعد بقى تدور على عنوان وفين. وتكتب قيمته. لا. فهو خلاص. مجرد تكتب Out PORT C. و R18. R18. معناها ان انت تنقل ال Datal في R18 إلى ال PORT. وخلصة القصة. فهو اللي عليه مزايا في ال Programming. من نسبة لي. في آخر Addressing Mode. ما اتكلم عليه النهاردة. في اسمه. In Direct Addressing Mode. ال In Direct Addressing Mode. هذا ليس صحيح ما شرحت لكم قبل كده. أنا لا أعرف ال Data. ولا أعرف عنوانها. أنا لا أعرف ال Data قيمتها كام. وكمان لا أعرف عنوان ال Data. مثل متلك المثال اللي فات. أنا عايزك تجيبي الكتاب. بس أنا لا أعرفش هو فين. هو لك كتاب إيه. لا أعرفش الكتاب فين يعني. وبالتالي يقول لك إيه. روح للسكرتالية. هتقول لك على مكان تجيب منه الكتاب. يبا أنت كده إذا ما قلت لك. أنا لا أعرف الكتاب. لديتك الكتاب. ولديتك عنوانه. لديتك عنوان تعرف منه عنوان الكتاب. مكانه فين يعني. فده مثل من In Direct Addressing Mode. لديتك ثلاثة ريجستر خاصين بهذا الموضوع. ريجستر اسمه X, Y و Z. ثلاثة. ريجستر X ده. بيعبر عنه هو بلوكيشن 26 و 27. هتقول له. طب هو ليه؟ 2 Bytes X ده. لأنه بيشاور على العنوان. والعنوان عندنا. عبارة عن. 16 بيت. لأن الميموري. اللي بتعمل معها. ال AVR. عبارة عن. 64 كيلو بايت. يعني فيه 64 كيلو. لوكيشن. اخذ بالك. يبقى 2.16 يعني. لوكيشن. بمحتاج أنا. 2 Bytes. عشان. أحب أحمل فيهم العنوان. يبقى عشان كده عندي. R 26 و 27. ال 26 ده يعتبر. Lower Byte. بتاعة. Register X. XL يعني. Lower Byte of X. و XH. Higher Byte. بتاعة ال X. وهكذا بقى. 28 و 29 دول بتاعة ال Y. 39 و 31 دول بتاعة ال Z. يعني في المثال ده. اللي أنا كاتبهه لك او. بقول لك. LDI. XL. و X30. يبقى أنا جيت حملت. في Register 26. و XL. هنا نفسه. و X26. حملت. في 26 ده ايه. 300. و X. وجيت في. في ال High. اللي هو Register 27. و حملت. 01. شوف بقى النساب. تكتب ايه. Load بس. لا I. ولا S. نحن نكتب I. في حالة الميديا. و S. حالة ال Direct. لا هنا. لا تكتبش لده ولا ده. وتكتب له R18 و X. يبقى ايه اللي هيتحمل في R18 هنا باش مهندسين. هيتحمل هنا في R18. ال Data. اللي متخزنة في الميموري. اللي موجودة في Location. العنوانها. عنوانها موجودة في Location. 01.30. يبقى ال Processor اللي هيتحمل. اللي ايه اللي ايه اللي يشوف ال X في كامل. اللي يشوفه 0.30. يشاور على الميموري. تطلع قيمة. القيمة دي ايه. ماهي. القيمة دي ايه. العنوان. يبقى هل الاول هو ايه. خد العنوان. اللي هو 0.30. وحطه حطه. شاور على الميموري بي. بدأ العنوان. ورجع شاور على الميموري بي. بتقول له. العنوان موجود في X. لكن انا ما عرفش العنوان اصلي كان. بل. لكن العنوان قيمته موجودة فين. في Location. اللي هي. 26 و 27. اللي هو الريشتر X. كانت تقدر تتعامل زي ما قلنا. مع ال X. او مع. ال Y. او مع الثلاثة الريشتر. دول. مخصصين. لاستخدامك في. ال INDIET ADCMOD. طبعا ال INDIET ADCMOD ده. مهم جدا بقى. لما يكون العنوان نفسه VARIABLE. مهم جدا بقى. مهم جدا بقى. استخدامنا ال INDIET. بقى نقولنا لا. لو عمل مع VARIABLE. بس محتاج الDIET. طب لو العنوان نفسه VARIABLE. يبقى لازم استخدم ال INDIET. اقول لك مثال. مشهور قوي بنستخدمه دائما في ال INDIET ADCMOD. تخيل كده لو انت عندك لستوف داتا في الميموري. عندك مجموعة من الداتا متخزينين في الميموري مثلا. 15 داتا و 15 و 20 داتا و كده و 4 متخزينين في لوكيشن متتالية. وأنا أريد أن أجمع هذه الأرقام كلها. كيف يقوم بتعديد القيشن. ماذا ؟ بدأة مثلا بالكيشن. تجد لي أن نقول 30 ,A, 30 , 5 , 4. هذا هو الكيشن الذي ستخدمه في X . وهي بدأة بالكيشن 0 , 30. يعني 0 , 1 , 30 والدات التي بعدها في 0 , 31 , 32 , 34 , 3 , 7 , 34 و 4. عشرة مثلا. أريد أن أجمعهم. كنت أضطر إليها لو انت على المهترسلات. ستقول له تصفر بس ان ريجلترا اللي هتجمع فيه وتقول له ايه الآد الأولاني وبين آد التاني كل مرة تعطيه العنوان ستليبه من اين هتقول له الآد بقى زير واحد ثلاثة زير وبين دلات ثلاثة زير واحد ثلاثة اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة خمس ثلاثة مش معروض بشتريت برلانجة دي لكن لو انت استخدمت ال indirect هتحط في ال x 0.1 3.0 مرة واحدة وفيه طبعا instruction باسمها incremental ix incremental x يعني بتزود ال register x1 يبقى خلاص يبقى تدخله في loop 10 مرات يقعد increment ال register ويقالي increment ويقالي لما يقرس العشر مرات وانت طيبة loop اكيد برضو عندكم توفكرة انك بتعمل counter وكامتر تقوله decrement كل مرة لغاية ما يوصل للسفر خلاص بتخرج بره loop وتبطل عملية الجمع وبالتالي الناتج هو الأخير هو مجموع ال data اللي عنده واضح جماعة الكلام ده حد ليه اي سؤال طيب انا عبتعوليكم بس هنا كنت انا عامل برضو presentation تانية كده ثانية واحدة حاول اعرضها مش عارف هي مش ظهرة هنا حاول اظهرها كده ثانية واحدة مش هي جدي مش مرفوع عندكم هنا فانا مش عارف اجيبها دلوقتي ما نفعتهش لسه على على التيمو مش هي تيجي من النسبة يعني هي المقارنة ما بين ممكن نفتحها عندي غدوة الهلك وخلاص هي مقارنة مجرد المقارنة ما بين اللي هو الانبوت اللي هو الانبوت اوضبو ديسيق مود واللود اللي هو الدائريكت يعني الديسيق مود العادي فعندنا هنا اربع فروق اساسية زي ما نحطل لكم من شوية الاول حاجة زي ما قلنا ان ال in instruction ال in والout يعني اللي هي ال in put output direct addressing mode ده بياخد في execution بتاعه one machine cycle فقط يعني سرعة ال execution اسرع لكن طبعا ال load بيحتاج اتنين machine cycle يعني ده بياخد clock ده بياخد اتنين clock يبقى ال execution اسرع في حالة ال in out input output addressing moment direct والحاجة التانية انا قلت لكم برضو ال in instruction بتحتاج اتنين سورة يعني انا قلت لكم اتنين بيس بس لكن اللود العادية load s دي اللي هي direct تحتاج اربعة بيس وده فرق تاني والفرق التالي اللي قلت لكم برضو ان انا اقدر اكتب اسم الport باسمه زي قولنا port a port b port c port d فبالتالي بيسهل لي ال programming بال assembly ودي كلها فوايد لي ال in out وطبعا ال in instruction دي موجودة في كل وطبعا ال available in all of the avr يعني كل ال avr موجودة فيها ال function دي غير ال in ds بيش فيه بعض انواع من ال avr بيش موجودة فيه ايه طبعا الميزة الوحيدة ان طبعا ال in يعني ما بتتعاملش غير مع standard input out memory بس يعني بتعامل مع نوعية معينة طبعا لكن لو هي data في مكان غير كده خلاص انا مضطر الغاز غاز معانينة طبعا نستخدم load s يعني l ds لو هي مش في ال 64 دول خلاص مش همينفعش استخدم اصلا ال input out لو هي بعدهم في بقية الميموري زي ما شوفنا في ال presentation دي كنا شغالين فيها طبعا ما دي هتبقى مغزمة عني لازم استخدم l ds addressing memory حد لي اي سؤال احنا هنكتفي النهاردة كده بالجزء ده من المحاضرة ونكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي ففي حد لي اي سؤال هندي سيما اتسعن اي شمعي او معاي طيب بالوقتي يحد يسدل المحاضرة اه في حد يسدل مش كده طيب خليكم بس معي قدي اي واحدة ارجع بس نحش على ال الثانية واحدة هنا فين ناخد بس الاتندنس برضو العدد الغيابي يا جماعة شايف انو كبير جدا يعني انا دولاتي اللي حاضر عندي دولاتي جماعة 31 طالب فقط يعني مش عارف ليه الوضع ده غريب جدا يعني يعريد بعد كده خلوا بالكوا يعني موضوع العديد ده مهم عشان محصلش اي الاخبار انفضلوا ان شاء الله تقابل اللي بزارة جاي وانتو هنحاول بيقعد عليك برضو يوم السابتة عشان برضو رفيه اسئلة ولا حاجة في الكورس نقدر يعني نرد عليها ربنا وفاكم ان شاء الله السلام عليكم صوري انتم مسجيال سابتا انا انا عازين نعمل عرفيق مع بعض افتقرت انتم اي انتو فعل قديمة ما لكمش اي محضرات ما لكمش معامل ولا ساكاشين مش كده او عازين نعمل محضرات ايو ايو ما انتم احنا كله كل لغمي. اه ما انا اخضرش طوال. في ناس ايه? في ناس بتنزل. في ناس بتنزل. ده معنى مش هنقدر نجمع نفسينا فقط واحد خلاص كده كده. اه اخنا نعمل مع بعض. يعني ممكن الاسبوع الجاي مسلا. اه نشوف كده ونحل بعض المسائل اللي احاول انا اجهزكم. احسوا بعنوع من الريليجين ليكم. وانتم برضو رعادي تسألوا في حاجة تكونوا مجهزين نفسكم ان شاء الله. السلام عليكم. ماشي. سلام عليكم. مع السلام.